موسيقى السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من استيديو الأخبار نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية وإليكم التفاصيل قال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين الثادس من نوفمبر الجاري أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية أن تصاعد الصراء الفلسطيني الإسرائيلي حيث أن الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تحظى بالدعم الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة التي أساءت استخدام سلطتها لعرقلت جهود الأمم المتحدة لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة التفاصيل مع فاطمة الحافص بنية أضاف كنعاني خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولياتها الواجبة كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي ومع ذلك فإن الولايات المتحدة لم تحافظ على مر السنين على الحياد وعدم التهيز في الصراء الإسرائيلي الفلسطيني بل كانت عاملا هاما وحاسما يؤدي إلى استمرار الأزمة وفقا للمتحدث وأوضح كنعاني للأسف الحكومة الأمريكية ليست جهة محايدة إنما يتألق الأمر بالأزمة طويلة الأمد والعميقة في فلسطين فدورها في المنطقة على مر السنين كشف أنها جزء من هذه الأزمة وعامل مهم وحاسم في إطالة أمدها والوضع الحالي يوضح بشكل أكبر دعم الحكومة الأمريكية غير المتزازع الإسرائيلي في الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية ولذلك فإن الحكومة الأمريكية في الواقع هي مشاركة بدلا من أن تكون مسيرة لحله وبالإضافة إلى ذلك أكد كنعاني أن المرشد الأعلى الإيراني أليخامني التقى بإسماعيل رئيس المكتب السياسي لحماس ولفد المرافق له في العاصمة الإيرانية تهران هنا أجروا مناقشات حول تبادل الأسر العاجل بين حماس وإسرائيل وذكر كنعاني أخبرتنا حماس أنه بناء على الوضع الهالي فإنها لن تقبل فكرة تبادل الأسري بسبب التهديات العسكري والمخاوف من استهدافها ولكن إذا أوقفت إسرائيل أملياتها العسكرية فسيكون تبادل الأسري ممكنا حماس مستعد للمضى قدما في عملية التبادل في ظل هذه الشروط أجرى لكانغ رئيس مجلس الدولة الصيني محادثات مع أنتونيو البانيز رئيس الوزراء الإسترالي الزائر في بكين يوم الثلاثة السابع من نوفمبر الجاري داعيا إلى بزل جهود مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة والمطردة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وأستراليا نتابع في التقرير التالي قال لي أن الصين مستعد للعمل مع أستراليا لإتباع القوانين الاقتصادية ومبادئ السوق وتوطيذ وتعزيز التعاون في المجالات التقليدية مثل الطاقة والتعدين وتوسيع التعاون في مجالات جديدة مثل التنمية الحضراء والاقتصاد الرقمي والابتكار العلمي والتكنولوجيا والصناعة الصحية والابتعاد عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية أو المبالغة في توصيع مفهوم الأمن من أجل تحقيق التنمية المربحة للجانبين وتعزيز الرخاء الاقليمي بالإضافة إلى مجالات مثل التعليم والثقافة والسياحة والحكومات المحلية والشبابة ومواصلة تسهيل التبادلات بين الأفراد ومواصلة تعميق الصداقة الصينية الاسترالية بين الشعبين من جانبه قال البانيس إن العلاقات الاسترالية الصينية حققت تقدما كبيرا وجلبت منافع عظيمة لشعبي البلدين مؤكدا أن الصين شريكا مهما لأستراليا وأن العلاقات الثنائية لا ينبغي أن تحددها للاختلافات مرتفا بأن استراليا تلتزم بسياسة صين واحدة وقال البانيس إن بلاده مستعد للعمل مع الصين لتعزيز التفاهم المتبادل وتعميق التعاون في مختلف المجالات مثل التجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والتبادلات الشعبية وإدارة الخلافات بشكل صحيح من خلال التواصل والحوار ومعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمن الغزائي والجريم المنظم العابر للحدود الوطنية وحماية السلام والرخال الإقليميين والعالميين وتعزيز تنمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين أستراليا والصين في اتجاه إيجابي ومستقر وبناء وخلال زيارة البانيس للصين أصدر الجانبان بيانا مشتركا حول إنجازات الاجتماعات السنوية بين رئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس الوزراء الأسترالي ممثل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين في غزة فرت فخرتاج شاعر البالغة من العمر 65 عاما من منزلها وهي تعيش الآن في كوخ معقد في مستشفى ناصر في خان يونس نتابع قالت شاعر أثناء أرض حيواناتها الأليفة لقناة تا سي جي تي إن هذه هي طيوري الجميلة حتى في ظل القصف ذهبت لإحضارها إنها ثمينة جدا بالنسبة لي حربت من منطقة النمساوي في خان يونس ثم عدت لجلب طيوري لأنني قلقت عليها أنهم أخاف عليهم كانت الطائرات تحت القصف الجوي لكنني لم أكن خائفة لأنه كان علي أن أذهب لإحضار الطيور قبل أن يقصفها الإسرائيليون ذهبت وحصلت عليها وهي معي العان قالت كما أن الغارات الجوية لم تمنع شير من الخروط والبحث عن الطعام لحيواناتها الأليفة كل ما آكله أطئمهم ورغم القصف ذهبت وأحضرت لهم الطعام عندما قصفت الطائرات بلدية خان يونس القديمة كنت أبحث أن علف الطيور ولم أعود حتى تمكنت من العثور عليه الطعام اشتكت شاعر من سوء الأوضاء المعيشية في مخيم اللاجئين قائلة أنها فقدت كل شيء ولم يبق لها سوى الحيوانات الأليفة لقد كنت بعيدا عن منزلي لمدة شهر كامل ولجأنا إلى المستشفى لأن حين كنت تحت تهديد الغارات الجوية لذلك نزهت هنا لكن بالطبع أنا أعيش حياة الإزلال الظروف المعيشية كانت سيئة كما ترون الرمال على الأرض والسقف المصنوء من النايلون يحرقنا عندما تشرق الشمس لا يوجد مصباح كهرباء واحد نستخدمه لا يمكننا حتى العثور على الخبز لا يوجد شيء لا توجد حياة وقالت شاعر لقد اختفى تماما ليس لدي سوى هذه الطيور والسلحفاء كان لدي نسر لكنه طار بعيدا لدى أسماك أردت إحضار حوض السمك لكن ابنتي لم تسمح لي بذلك لأنه كان ثقيلا جدا قال شاعر لم أتركهم وقالت لا توجد مشكلة إذا قصفوا همي الوهيد هو إطامه نظم مؤتمر الحزام والطريقة الأول حول التبادل العلمي والتكنولوجي الذي اختتم للتو في بلدية تشونانج جنوبي غربي الصين معرضا حول إنجازات التعاون بين الصين والدول الشريكة في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا والتنمية الصناعية والحماية البيئية والتبادلات الثقافية على مدار العام الأقضى الماضي نتابع المزيد من التفاصيل في منطقة المعرض الخاص بتحويل منطقة تشوندو إلى مقاطعة تعاون للابتكار العلمي والتكنولوجي في إطار مبادرة الهزام والطريق تم أرض مشروع بحسي لمعلومات الدماغ والزكاء الشبيه بالدماغ والذي تم الترويج له بشكل مشترك من قبل بيدرو أنتونيو فالديس سوزا أكاديمي في الأكاديمية الكوبية للعلوم وجامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين وفي سبتمبر أخبر العالم الكوبي الرئيس الصيني شي جينج بين في رصالة عن إنجازات فريقه في تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا العصبية ورد شي على العساب البالغات من العمر الثلاثة وسبعين آمن وشجعه على مواصلة المساهمة في التعاون العلمي والتكنولوجي بين الصين وكوبا في إطار مبادرة الحزام والطريق وقال فالديس سوزا الذي يعمل الآن أستاذا متفرغا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية الصينية في تشندو بمقاطعة شتوان إنه وضع حدفا جديدا لنفسه وهو تعزيز إنشاء مختبر مشترك بين الصين وكوبا اقتراح حلول جديدة لعلاج أمراض الدماغ وأبحاث علم عساب الدماغ إن مهمة المختبر هي إنشاء تقنية لدراسة اضطرابات الدماغ وإلاجها ولكن ليس فقط في المستشفيات عالية المستوى وهو عمر ضروري ولكن أيضا لإجراء الفحص على السكان ومعالجة المشكلات التي تعثر على العديد من الأشخاص ليس فقط في الصين وكوبا ولكن أيضا في جميع دول الهزام والطريق وأقضى مؤتمر الهزام والطريق الافتتاهي لتبادل العلوم والتكنولوجيا في الفترة من الاثنين إلى السلسات تحت عنوان معا من أجل الابتكار والتنمية للجميع حيث جمع العلماء والباهسين العلميين لتبادل الأفكار حول كيف يمكن للعمل والتكنولوجيا تنكين التنمية المستدامة نهاية النشرة شكرا على المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر